هنسأل سؤال بسيط في أول المحاضرة هل ممكن نستعمل كلاسيكال ميكانيكس لتسكرايب سيستمز مني بارتيكولز كمثال على كده ناخد المثال بتاع 1 مليميتر كيوب دو بلود يعني ناخد 1 سي سي بلود ونشوف البارتيكولز زي فيها تحرك ازاي لو احنا نتكلم على ترانسليشنال موشن تقوم بتاعات الدولى أو المليكولز زي موجودة في كل البلود ستتحرك ترانسليشنال موشن 3d يبقى معنى كده يبقى عندنا الاكويشن الوماع هتبقى حاجة بالشكل ده التغيير في الفلاصي مظلا من ليسِبقى عبارة عن الفلاصي الأصليه زائد تقصد يدلتا طبعاً لو احنا نتخيل هنا هي عبارة عن الأكسلريشن وطبعاً الكلام ده كله في الآخر فنتقبعه على سباقنى يعني معنى كده بنتكلم على أننا عندنا 6 ملتبليكيشن 6 اديشن بر بارتكيل لو انا بتكلم على أنني عندي 10 أو 17 بارتكيل وده عدد الحقيقة مهواش يعني مهواش يعني هو العدد ده ممكن يبقى أكتر منه كمان موجود في الحجم ده من البلد بمعنى كده بتكلم على أنني عندي 10 أو 26 أوبريشن راقم فر انتروفل يعني كل دلتا تي لكل تغيير من تي لدلتا تي بيعندي العدد ده من الأوبريشن مطلوب لو انا عندي كمبيوتر الكمبيوتر بتاعت 1 جيجا او بحتاج 10 او 8 سنة اللي هي عبارة عن 3 سنة يعني معنى كده نحنا بنتكلم عشان نحسب مجرد بس ان انا بحسب مثلا من 1 سنة من time t بتسام 1 سنة لغاية time او تغيير من 1 سنة لغاية 1.001 مثلا بحتاج 3 سنين عشان نحسب الحسبة دي يبقى معنى كده نحن براكتيكلي ما يدارش نتراك البارتكليز الموجودة باستعمال الكمبيوتر الموجودة عندنا فمش منطق ان احنا نبتين نتكلم على باستعمال كلاسيكال ميكانيكس الحل اللي موجود عندنا في الفيزيكس هو الموضوع بتاع الستاتيكال ميكانيكس وهو باسيكلي نحن يعني جاي من ان احنا نحن نتكلم عن ميكانيكس ما حدش فينا اهتم ان احنا الغاز اللي حوالينا مثلا ان هو كل ميكانيكس اللي فيه رايح فيه انا عايز بس ان انا اتكلم على الحاجة بتاعت المجموعة الميكانيكس عبارة عن ايه وبتفري معي انا بعد كده في ايه فطبعا ده جاي من ان هو برضو كل الكلام ده لو احنا حاولنا حتى ان احنا نتراس كل واحدة من الميليكيورز دي دي حاجة في المنتقلة الصعوبة زي ما شونا من الممثال البسيط اللي قلناها من شوية و يعني كل احنا محتاجينه ان احنا نحسب حاجة بنسميها من الموجودة الميكروسكوبك بان مايكروسكوبك بالايه هنا ميكروسكوبك يعني خارجية او يعني بكلام على حاجة مكبرة مش مصغرة يعني ودي حاجة مسلا كمثال عليها زي البرشور وزي التامبرتشر دي الحاجات اللي احنا مبصة عليها ودي الحاجات اللي مهتمة بها ففي الاخر انا ممكن ابصة على الحاجة بدل ما اقول انها الحاجة دي رايحة بالضبط فين لا اقول ان الحاجة دي رايحة تقريبا فين او في المتوسط رايحة فين والابرج بروبيلتي بتاعتها او البروبيلتي بتاعتها الشكله عامل ازاي اوكي هناخد مثال على كده لو احنا منتكلم على جاس موليكولز in a box يعني اتخذنا فيه عندي صندوق وصندوق ده فيه مجموعة من الجاس موليكولز عادتها capital N وفيه imaginary partition موجود في البوكس دوت يعني فيه هنا partition موجود هنا ده imaginary ما هوش حقيقي يعني معنى كده ممكن البورتيكيل يكون هنا ويتحرك هنا زي ما هو عايز ما فيش اي حاجة تمنع يعني وهتخاني فيه عندي في اللفت هاف هنا فيه عندي عدد من البورتيكيلز بتسوي N small n اوكي عايزة احسب بقى البربيت دي رايحة يعني عايزة احسب يعني N دي ممكن تبقى لايكلي انها تكون كام اوكي طيب لو انا عايزة اتكلم على statistical mechanics يبقى معنى كده انا بتكلم على حاجة فيها statistics يعني ما مفعش ان انا اعمل تجربة واحدة ويبقى هي التجربة دي اقيسة اللي فيها ده وخلاص هيجيب لي قيمة واحدة انا في statistical mechanics بيبقى فيها عندي حاجة اسمها ensemble ensemble معنى انها بيبقى فيها عندي عدد كبير من يعني نفس الboxes اللي انا بتكلم عليها دي identical boxes وبعمل تجربة فيهم كلهم واشوف بعد كده الـ average بتاعهم بقى كلهم عامل ازاي يعني N هنا بكام وهنا بكام وهنا بكام وهنا بكام وهنا بكام وهنا بكام وكله بقى بكام وفي الاخر احسب average بقى لكل الكلام ده او distribution بتاع N ده احسب له قيمه بتسوي كام من الانسمبل ده هناخد الكلام ده بقى كم مثالا كده لو احنا حطينا N بتسوي 1 احكابتر N بتسوي 1 يعني فيها عندي particle 1 particle 1 ده زي ما احنا شايفينه كده بالماركر يا أما يكون هنا يا أما يكون هنا ما عندوش اي احتمالات تانية هل في اي افضلية للهاتف يكون هنا او هنا ؟ لان هما اد الى ده اد التراضي بالتراضي هم اد الأفضلية هلا هو اد اقد ده بالتراضي فعليا لانه في النص ده ما هو اشده بشي طبق منه بشي طبق منه فمعنى كده ان الهاتف لو احنا منتكلم على انه يتحرك حركة تماما يعني كده هيكون هنا هيكون هنا مش هيكون في ايه حتة ثالثة ومعنى ان احنا هلاقي بي اوف زيرو تساوي بوينت 5 يعني البربئيتي بتاعي ان انا بص Transhuman lifleriER sindaco الاقي فيه 0 Haiii Deixa لان هو ممكن يبقى يكون هنا نص الوقت والبربئيتي بتساوي 05 لان برضو البريبية ان يكون هنا نص الوقت طب لو اخذنا الان بتساوي اثنين مع اثنين بكي يبقى подобود Particle to particles هنا و هنا كده pro wholes هنا وهنا كده موجودين او في بارتكل هنا و بارتكل هنا اوكي لو احنا اخدناهم بقى وحطينا في اعتبارنا ان كل بارتكل واحده عنده موجودة عندنا دي كده يعني كل بارتكل واحده حر تماما ان هو يتحرك من الجنب اليمين لجنب الشمال وبالعكس يعني هو لايكلي يكون في اليمين زي الشمال اوكي وان كلهم اندبتندنت مفيش اي حد فيهم بيرتبط بالتاني خالص يعني كل واحد من اثنين مولوكي الثلم بيتحرك ب الرحته مفيش اي حاجه بيتعوقه يعني معنى كده كل واحده فيهم بيحقق هذه اليمينيكوات يبقى معنى كده كل واحدة من الي ممكنة بنفس الريتب behind. يبقى معنى كده ان انا هنا يتكلم على ان انا عندي ممكن الاثنين يبقوا في جنب واحد من ناحية اخرى يعني ما رأيته اي اما لاف يعمى واحد هنا واحد هنا النقطة ان كل واحدة من دول لوحديها لايك لنها تكون زي بعضيها بس لو انا جمعت هنا لقى التو كيسز دول هما في الاخر لو انا بسيط عليهم من بارة كده هلاقي ان في واحد يمين واحد شمال ففعلا اينا ممكن اجمع الاتين دول زي بعض خليهم محددة يبقى معنى كده هلاقي ان الكيس اللي احنا متوقع انه يكون واحد هنا واحد هنا هي جات اكشوري من ان هما فعليا عدد الستاتس اللي هما ممكن يكونوا موجودين فيها وفي الاخر يعني كل واحد فيهم طبعا لايك لنها تكون بنفس نفس البرابيتي بالزبط هلاقي ان هما الاتنين في الاخر ستطلعوا لي رقم اكبر شوية طب لو عندنا ان بتسوي ثلاثة نفس الكلام بنعمله بالزبط هلاقي بقى ان احنا عندنا عشان عندنا ثلاثة الممانى كده هيبقى فيها عندنا لايك لن يكون اما تنين يمين واحدة شمال اما تنين شمال واحدة يمين هما الاتنين قد بعضه بالزبط والكيسز باردو ان هما كلهم يبقى في جنب واحد تبقى قلي شوية. لو احنا اخدنا اكتر بقى خدنا اكتر شوية هللاقي ان بتاعنا ابتدى يبقى حاجة بالشكل ده او يبقى حاجة بالشكل ده حسب الان بتاعتنا بتساوي كم. وفي الاخر بيلاقي دايما ان الحالة بتاعت ان يبقى العدد اللي في اليمين قدل عدد الشمال هو دي الحالة اللي مست لاكلي او مست بربابل انها تحصل. لو احنا اخدنا جنرال كيس للموضوع ده هنلاقي ان كل اللي احنا بنكلم عليه ده بي لالحاسة يسمحه البينيوم بينامي الدست لبيشن. بينيومي الدست لبيشن عشان هتخيله اكتر شوي عشان هتخيل الموضة يتخيل نحن عندنا دلوقتى باكس متأسم لنصين نص الاوليين او مش نص اصلى بقى يعني تو بارتيشن و初جacjęم مش قد بعض واحد فيه فيه الفوليوم بتاعه في والتاني الفوليوم بتاعه في داش سمال في داش وسمال في اوكي هتخيل يفي عندنا برامتر اسمو بي سمال بي براعا سمال في على كابتال في و small q بتسوي small v-dash على capital V عشان يبقى تخيل نسبة بتاعة V للvolume كله او نسبة بتاعة V-dash للvolume كله فطبعا لو احنا جمعنا P plus Q هلقى انها بتسوي واحدة ان هما يعني في الاخر هما الانتين بيمثلوا الvolume كله البرابيات دي بتاعة n particles موجودة في volume V بتروح بتساوي بال binomial distribution N capital هي عبارة عن عدد الparticles موجودة P هي عبارة عن V small على V capital ويعني N هي عبارة عن العدد المحدد اللي انا بتكلم عليه يعني بقول مثلا probability of بيبقى فيه particle واحد كام اوكي فهلقى ان احنا كل البرابيات اللي احنا رسمناها قبل كده دي ممكن احسابها من الاكواجن دي بمنطقة البساطة وال binomial distribution ده واحدة من الاهم distribution الموجودة عندنا لان هي اكشورة و احنا اخدنا ال N capital دي وصلناها infinity هلقى ان binomial distribution ده هيبقى عبارة عن gaussian distribution طبع gaussian distribution هو اهم حاجة اهم distribution موجودة عندنا في ال Biomedical Engineering عموما يعني يبقى لازم اعرف ال position وال velocity بتاعت كل واحدة من الموليكولز دي اوكي عشان ابقى بعرف كده المايكروستيت بتاعت اوكي عشان ابقى كده اقول ان انا عارف المايكروستيت انما لو انا بتكلم على المايكروستيت لا بتكلم على average properties لو بتكلم عن مثال بتاع ال gas molecules in a box بتكلم على ان انا عايز اعرف كم واحد موجودين ناحية اليمين و كم واحد موجودين ناحية الشمال و that's it مش محتاج بقى ان انا اعرف كل واحد من ال gas molecule موجود فين و سراعته قد ايه كمثال تاني لو انا عندي مثلا مجموعة من الالعاب او مجموعة من اللعب موجودة في اوضة بتاع الطفل مثلا فلو انا بتكلم على ان انا عايز اعرف على مايكروستيت بتاع البة المجموعة اللعب ده يبقى لازم اكون اعرف كل واحدة من اللعب دي موجودة فين بالزبط في الأودة يجب اقول الاحداثيات بتاعتها موجودة في الأودة فين بالزبط لو بتكلم على مايكروستيت يبقى معنا كده عايز اعرف الاودة ديت مترتروبة ولا متلخبطتها هذا اللاعب ماحيء ومحدودة ديانية جنب مرتبة ببعضه كده دي كده بقى القوضة دي مرتبة لو اللعب دي يعني توزع القوضة كلها يبقى معنى كده هي متلخبطة اوكي لو اعتخالت مثلا ان انت دلوقتي عايز اسأل على القوضة دي اذا كانت مترتبة او عايز اعرف الحالة بتاعت القوضة دي هل هل حد فينا يبقى محتاج يعرف مكان كل اللعبة فين بالزبط ولا يكتفي ان القوضة مترتبة ولا مش مترتبة اوكي طبعا اكيد ماكروستيتس بتبقى براكتيكالي هي الحاجة اللي احنا يعني في الواقع بنحتاجها وهي دي الحاجة اللي في الاخر بنكتفي ان احنا نعرفها بنسبة للسيسم بتاعنا لو احنا بصينا على المثال بتاع الجاس بوكس بشكل اعمق شوية هتخالت دلوقتي ان احنا عندنا مجموعة من البرتكليز موجودة في نص الجاس بوكس دوت وفيه موجود بيفصل النص اليمين على النص الشمال اوكي لو احنا صادنلي ريموفد الفيزيكال بارتيشن الموجود هنا ده اللي يحصل طبعا الجاس بارتيكال دي بدلا ما كانت هنا وضغوطة ويعني فيه منها عدد كبير قوي هنا هيبقى فيه بالنسبة لها اماكن تانية تبطيط تتواجد فيها ناحية اليمين يعني معنى كده انا دلوقتي اكيني زودت مايكروستيتس لو احنا فكرنا عن مايكروستيتس دي منها البوزيشن بتاع البرتكال نفسه فمعنى ان انا دلوقتي خليت ان بيقى فيها عندي اماكن متاحة لكل واحدة من البوزيشن دي معنى كانت تبطيط تتواجد عليها مش بس البرتكال اللي كانت اصلا فيها طبعا احنا عندنا الاحتماليات اللي تبقى موجودة طبعا احتمال المنطقي اللي احنا كلها متوقعين ويبقى هنا قد هنا بالزبط زي ما احنا كنا شوفنا قبل كده في البرتكال بس طبعا يعني كون ان يبقى في احتمال ان يبقى كل البرتكال اللي موجودة راحة الشمال او كلها موجودة راحة اليمين احنا كنا شوفنا في البرتكال ان هي يعني مش لايكلي يعني ما هيش بروبابل بس اكشل ما هيش لها زيرو بروبابلتي في فرق ان اقول ان الحاجة انلايكلي وفي فرق اقول ان الحاجة دي امبوسبل اوكي فاللي بيحصل عندنا هنا من المثال البسيط قوي ده ان احنا بنقول ان احنا عندنا كل الحالات اللي ممكنة لها بروبابلتي محددة وبتختلف البرتكال من حالة الحالة طبعا الحالة بتاعت ان يبقى فيه هنا قد هنا ودي طبعا الستيدي ستيت اللي تتوقعها من سيستم زي كده بقى سميها ودي طبعا الحاجة اللي بتوقع انها تكون الحالة اللي موجودة هنا دي رغم ان هي يعني ممكن اقول ان هي مش متوقعة الا ان هي يعني برضو ممكنة بس ممكنة وليلا في الستيدي كالفيزيك اتمنى بتكلمش عن ان الحاجة دي ممكنة ومش ممكنة لا بتكلم عن الحاجة دي بروبابلتي بتاعتها كامل كل الاحتماليات اللي موجودة بتبقى لها probability. اوكي? والاختلاف في ال property ده هو ده اللي ممكن يفرق معايا ان الحاجة دي تتحقق ولا ما تتحققاش. طبعا لما بتكلم عن probability انها تكون قليلة. لو بتكلم مسلا عن probability واحد في المليون مسلا. اوكي? لو انا بتكلم ان انا دلوقتي بقيس الاياس بتاعي ده عشر مرات. يبقى واحد في المليون ده very unlikely ان هو يطلع. انما لو بقيس الاياس بتاعي ده الف مليون. لا ده ممكن يطلع. ده like اللي يطلع منه الف مر. اوكي? فالنقطة ان احنا نتكلم على فيه احتماليات بالشكل ده كده. شكلها ممكن تبقى بالنسبة لنا ما هيش بروبول بس ممكن في الاخر ان يحصل ان يبقى لها قيمة. لما يكون الاعداد اللي احنا بنقسها بتبقى ضخمة جدا. وده على فكرة الكونسبت اللي ورا الMRI. احنا نتكلم عليه ان شاء الله بعد كده. لو انا عايز اتكلم المايكرو ستيتس والمايكرو ستيتس. المايكرو ستيتس بحتاجة اعرف كل حاجة عن البارتيكولز، عن كل البارتيكولز باست. كانا اع learnersه. لان الزبارة دي عادا بتاعره بحاجة اسمها كوانتم نمبرز. اوكي? كوانتم نمبرز دي معناها انا دلوقتي يعني البارتيكول بتاعه ده او المولكا بتاع ده فانهي انيرجيستيتب الضبط، اوكي? لو انا عايز اعرف اتكلم المايكرو ستيتس والمايكرو ستيتس بالتسجta دي لازم كل واحدة من البارتيكولز اطبا ام اعرف لها كوانتم نمبرز بعدها. لوindestا ماتحدة محتاجة اعرف حاجة اقل شوية. بحتاجة اعرف all of the external parameters. زي مثلا temperature, pressure, حاجات زي كده. وبحتاجة اعرف total energy بتاع السيسم بتاعي. لازم اعرف الاثنين مش بعرف واحدة بس يعني مش ده او ده. لا ده لازم اتنين يكونوا متعرفين عشان اقول الماكرو بتاعتي كلها متعرفة. نبتين اتكلم بقى على الحاجات اللي احنا هنستغل لها ان احنا نوصل بها بتاعي حاجة اسمها البولتسمن فاكتور ودي اهم حاجة عايزين نطلع بها من المحاضرة دي. first law firm dynamics واحد من القوانين المهمة جدا. بتقول لنا ان total energy بتاع السيسم هو عبارة عن sum of particle energy. لو السيسم ده مكوم من مجموعة من البارتكلز بجمع الانرجز بتاع البارتكلز واقول ان هي عبارة عن total energy بتاع السيسم كله. لو احنا اخدنا مثال بالشكل ده كده عندي مجموعة من البارتكلز متوزع على energy levels بالشكل ده كده. وهتخيل ان كل واحدة من الانرجز تبعاتها U 23 24 25 وهكذا. يبقى معنا كده الانرجز التوتال بتاعتي هتبقى عبارة عن 2 particles في U23 زائد particle 1 في U25 زائد particle 1 في U26 زائد 3 particles في U28. لو بتكلم على ان انا دلوقتي عندي system بيعمل exchange of energy. يعني طبعا ممكن انا exchange energy مع السيسم عن طريق حكتين. ياما الwork ياما الheat. ياما اخلي يعمل شغل ياما ااما اامل exchange of heat معان. اوكي. الدلتا U ليه التغيير في الانرجز بتاع السيسم بتاعه هي عبارة عن Q minus W. Q دي عبارة عن energy added او heat added للسيسم بتاعي. والW دي عبارة عن الwork done by the system. اوكي. طبعا لو انا باد heat يبقى معنا كده الدلتا U بتاعتي بيبقى positive. لو بعمل شغل من السيسم بتاعي يبقى معنا كده درجة حرارته او درجة الانرجز بتاعته او القيمة بتاعت الانرجز بتاعته بتقل. في اختلاف اساسي بين الهيت وبين work. لو انا بتكلم على system بتاعي ان هو حاجة بالشكل ده كده. لان distribution بتاعه حاجة بالشكل ده كده. لو انا حطيت السيسم بتاعي بتخيل ان هو ده system بتاعي. لو انا حطيته بتوين double lined box كده بالمنظر ده. double lined box ده بسميه adiabatic wall. adiabatic wall معناه ان هو عبارة عن صور ما بيسمحش باي exchange of energy between الايه جوة وبرا. ما بيسمحش باي exchange of heat بمعنا صح يعني اوكي. لو انا بحطيتها بس 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 يعني single lined box كده. يبقى معنا كده ممكن يحصل heat exchange. اوكي? لو انا بكلم ان فيه work done بحط كده حاجة زي piston كده كرمز للايه? ان يبقى فيه work done. اوكي? الفرق بين اللي لما بحط heat او لما بحط work فرق مهم جدا. ان انا لما بحط heat اللي بيحصل نفس العدد ال particles هو هو بس بيعاد توزيعه على ال energy levels اللي موجودة. energy levels نفسها ما بتتغيرش يعني وبصينا هنا كده هلاقي كل واحدة من energy levels في نفس مكانها. في ال work بقى لما بعمل work لا ده بيحصل ان energy levels نفسها اللي كانت موجودة عندي اما كده بتتغير والdistribution برضه بتاعها بيتغير. نحط الكلام باللي احنا قلناه من شوية ده في شكل statements كده. pure heat flow involves a change in the average number of particles in each level. يعني لما بحط heat يعني انا بغير بس ال average number of particles او الاماكن بتاعت ال particles دي within نفس ال energy levels. ما بحصلش اي تغيير في ال position بتاع ال energy levels. بالنسبة ال work بقى لا انا بحصل انه بيتغير لي الماكروسكوبك parameters. ومعنى كده ان انا دلوقتي بعمل change in positions و change in the average population in each level. اوكي. طبعا general case بتبقى combination من الاثنين دول. دول انا عايز ا specify الماكروستات والماكروستات. باسيكلي في ال statistical physics ما تبقى ان احنا يبقى في عندنا حاجة بنسميها ال ensemble of identical systems. يعني ايه. يعني دلوقتي عشان اعمل ال statistics اصلا لازم ان انا مش عامل تجربة مرة واحدة لا اعملها عدد كبير من المرات. و average بقى النتائج بتاعتي عشان اقدر اطلع على statistics. اوكي. فيعني ال identical systems دي at any given time. يعني ممكن اعمل لها freeze. يعني اقفة في وقت معين. وبتدي احسب بقى ال probability تتاعت كل واحدة الماكروستات عبارة ايه. يعني مثلا انا عندي ثلاثة systems مثلا فاردا. في عندي ثلاثة ماكروستات. فاردا لقيت ان السيسم اولان في ماكروستات 1. السيسم التاني في ماكروستات 1. والسيسم التالي في ماكروستات 2. يبقى معنا كده ان انا لو جيت بسيت على على ال probability distribution. هلاقي probability of 1 بتساوي اثنين على ثلاثة. probability of 2 بتساوي واحدة على ثلاثة. probability of 3 بتساوي zero. لان ما كانش عندي ولا واحد من السيسم بيبقى في الماكروستات 3. اوكي. فالكلام دي طبعا احنا ممكن نبساته شوية. لو احنا فرضنا حاجة اسمها ارجوديسيتي. ارجوديسيتي دي concept مهم جدا في استوكاستيك بروسيس بيقولنا ان فيه equivalence of time and ensemble averages. يعني بمعنى ان انا ممكن actually بدل ما ااخد الف سيسم. اوكي وايس فيهم simultaneously ودي حاجة صعبة جدا. لا ده ممكن السيسم الواحد لو استو at different times. يعني استو عند تي بتساوي one second, two second, three seconds, four seconds وهكذا. كل واحدة من الاياسات اللي موجودة عن different time دي اكنها ensemble. اكنها واحدة من members of ensemble. يعني ممكن ناخد الانسامبل بتاع عبارة عن اياسات لنفس السيسم سيسم واحد او تجربة واحدة at different times. ودي طبعا بتسهل علينا جدا في الحساب. في كل الاحوال احنا بفيه عندنا مجموعة من الاياسات. والاياسات دي بنعملها statistics عشان نحسب الكلام ده بشكل يعني يعتبر مفيد او يعتبر في الاخر نقدر ان احنا نطلع منه حاجة تبقى في الاخر نقدر نستغلها انها تبقى general. هنفطرت حاجتين او مش نفطرت حاجتين يعني لو انا دلوقتي الاساسات مختلفة ذا كل الـ microstates بتاعتوا accessible. وكل لها نفس الـ probability ممكن ان اي وحدة من الـ molecules موجودة يبقى موجود فأي وحدة فيهم بنفس الـ probability يبقى معنا كده الاساسيس ان ده يجب الى مشاركة دا يبقى موجود فيها. لازم يبقى هو الكل الميكرو states بتاعه باستغراب بالنفس البقاء كل واحدة من المولكوز الموجودة. .الثانبير الملطقة او اوه اه اوه لو في عندي السلسل ما هواش ما وصلش لسه للأقليبريم. هتفضل يعني يفضل السلسل بتاعي داي تند انه هو يتغير مع الوقت الغاية لما يوصل للأقليبريم. والأقليبريم لازم كنا قلنا من شوية، the most random, the most probable state. بعناه انه هو انه في الاخر خالص لما بوصل الـ equilibrium ده ده هو الـ most probable state يعني احنا كنا بنبوصل على distribution بعد binomial distribution مسلا لان فيه peak في النص كده ده most probable ده 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 مفروض يكون equilibrium position بتاعي اوكي ومصر عندما معناها ان كل الـ particles بتحرك بحرية كاملة ما فيش اي قيود عليها خالص يعني ما فيش عند اي constraint على اي واحدة من الـ particles او اي واحدة من الـ molecules الموجودة في الـ system انها تبقى في مكان معين او في مكان التالي هنتكلم بقى على thermal equilibrium هنتكلم على model محدد عشان بداني نكلم عليه بقى نطلع عليه الـ equations بتاعته هنتكلم على idealization ان احنا هناخد system ما بيعملش اي interaction مع surrounding بتاعته هنتخيلنا حواليه double lined wall اللي هو الـ box اللي هو بخطين دوت اللي هو بنكلم على adiabatic walls اوكي ونتخيلنا هو in contact مع system تاني هما اللي تنجول الـ adiabatic wall ده اوكي هما الاثنين يدروا اعملوا exchange of energy مع بعض بس هما الاثنين ما يدرواش اعملوا اي exchange of energy مع outside world مع اي حاجة تانية براهم اوكي طبعا يعني كن يبقى في عندي two systems مفصولين على العالم كله ده ممكن يبقى شكله حاجة ما هيهاش practical ما هيهاش applications بس اكشواليه احنا ممكن نتخيل ان احنا واحدة من system زي هى الـ system نحنا interested فيه والsystem التاني هو الـ universe هو بقية الدنيا اللي موجودة في حواليه ففعليا ممكن برضو السيسم البسيط ده يعبر لنا عن حاجة ممكن يبقى لها practical application السيسم ده هزي ما احنا شايفين كده هيبقى عبارة عن two partitions الpartition الاولاني ان هو a والpartition التاني ان هو a dash اولاني في عدد من particles n capital n والvolume بتاعه v والن ري تاعته u والtotal number of microstates اللي موجودة فيه عبارة عن capital omega التاني ان داش v داش u داش sigma داش او اوميجا داش لو احنا نتكلم على total system total system ايه ده ايه star اللي هو عبارة عن مجموعة الاثنين دول مع بعض هم الاثنين مع بعض طبعا نتيجة لان المجموعة السيسم اللي هو الكلي اللي هو بتاع الاثنين دول يعني محاوض بادياباتيك وولز اتوقع الانيرجي بتاعته ما تتغيرش والtotal energy زي ما احنا كنا شفنا من first law thermodynamics هيبقى عبارة عن الانيرجي او الناسل الانيرجي التاني طبعا لعندي هي number of particles n وهنا n داش يبقى total number of particles هو عبارة عن n plus n داش ال two systems دول can exchange heat يعني هما الاثنين يقدروا يعني يتبدلوا الحرارة اللي موجودة عندهم اوكي يعني الانيرجي باعتهم u و u داش دول ممكن يتغيروا بس الparticles نفسها ما تتغيرش العادية هنتخلني فيه partitions بينهم هنا كده partitions ده ما يسمحش ان ال n دي تتغير ولا ال n داش تتغير اوكي يعني basically هو يعني بما يدارش نعمل work ما ندارش نعمل exchange of particles بس نقدر نعمل exchange of heat طيب لو احنا دلوقتي بنبص على ال number of microstates الموجودة عندي في السيستم هنا ال number of microstates هيساوي كامل عندي هنا sigma او اوميجا وهنا اوميجا داش طب هل هتبقى اوميجا بلاس اوميجا داش اكشوالي لا لان احنا بنكلم على كل ال combinations الموجودة بتاعت كل الايه كل ال particles الموجودة فمعنى كده وفيه عندي هنا ثلاثة وفيه عندي هنا تدفش رقانات 2 يبقى معنى كده التوتل لازم trainee بساوي 2 في 3 ليس بساوي 2 زائي 3 اوكي لان عندي هنا أكدني envir extended to binary لاندي بحيث في اد também mut45?! يعني بحيث في هنا 2 bits مثلا واحد 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 اوكي يعني 2 bits واهنا 2 bits كمازم ما أاه cenar 2 bits واو2 bits بتصددد's تكونو 14 bits اوكي والهم والأربعة بيت دول في الآخر هما دول بيعبرونه على السيستم الكلي يعني معنى كده لازم يكون number of microstates اللي هي الأوميجا ستار تساوي number of microstates في السيستم محط الشمال اللي هو سيستم A مضروبة في number of microstates الموجودة في السيستم A' البربائية دي بتاعت الميكرو ستيتس بقى عبارة عن الأوميجا ستار of energy معينة على الأوميجا ستار total عشان اعرف الايه ال number of microstates ده بيساوي كام وطبعاً الأوميجا ستار total هو عبارة عن يعني كل الـ possible combinations بتاعت الايه أوميجا ستار عنده كل الـ energy يعني الوقتي ممكن افترض ان الـ U هنا هتبقى مثلاً بقيمة معينة او بقيمة ثانية او بقيمة ثالثة او بقيمة رابعة هجرب كل الـ combinations ممكنة من الـ U واشوف كل واحدة فيهم عندها السيجما الأوميجا بتساوي كام والأوميجا داش بتساوي كام وحسب منها أوميجا ستار بتساوي كام وفي الآخر احسب المجموع يبقى ده total number of microstates available in the system عشان نفهم ده اكتر شوية عشان ممكن الكلام ده theoretical شوية زيادة ما نتخيلوش هتخيل system of two particles بس اوكي والsystem of two particles ده يعني موجودين هما two particles موجودين في A و two particles موجود في A' اوكي ازا ما احنا شايفين particle هنا two particles هنا و two particles هنا لو تخيلت الـ total energy بتاع السيسم بتاعي اللي هي U star بتساوي 10U وتخيلت ان انا عندي ان العشرة U دي مش بنقدر ناخد منها اي كمية لا ناخد على energy levels محددة بتبقى integer numbers of U integer multiples of U يعني ممكن تبقى 1U 2U 3U وكذا ما يفعش ان يبقى عندنا ايه ما يفعش ان يبقى عندنا واحد ونص U ما يفعش ان يبقى عندنا اتنين وربع U طيب لو احنا دلوقت اخدنا U اللي هي بتاع ناحية الشمال بتاع السيسم A بتساوي 2U يبقى معنى كاها U' هتساوي كم؟ هتساوي U star minus U هتساوي 8U طب ايه بقى possible combinations اللي ممكن تبقى موجودة عندي في الايه؟ بالنسبة ل two particles الموجودين عندي في السيسم بتاعي انا معنى شغل combination واحدة بس نتيجة ان كل واحد بياخد 1U او 2U او 3U لو انا عندي two particles وعندي الانيرجي total 2U يبقى ما عنديش اي حل غير ان البارتكل الاولان يبقى الانيرجي بتاعه 1U والتاني 1U مفيش اي مفيش اي combination خالص انما بالنسبة ل ايه داش بقى لا انا عندي مجموعة اكبر يعني ممكن يبقى فيه عندي الاولان 1U والتاني 7U طالما التوتال بتاعهم 8 او ممكن يبقى 2 و 6 او ممكن يبقى 3 و 5 او ممكن 4 و 4 او ممكن 5 و 3 او 6 و 2 او 7 و 1 المجموعة بتاع دول كلهم كام المجموعة بتاع دول كلهم بيبقى حوالي 7 اوكي يبقى معنى كده انا عندي هنا number of microstates في system A بتساوي 1 و number of states في system 2 بتساوي 7 يبقى total number بتاع الميكرو states اللي موجودة عندي U بتساوي 2U بتساوي 7 طبعا حد ممكن يسأل احنا اتدينا ليه بU بتساوي 2U وتناشي U بتساوي 1U ليه لان احنا بيسيكلي عندنا 2P فما ينفعش يبقى فيه عندي total energy بتاع system 2P بتساوي 1U لان معنى كده ان هنقولنا الانيرجي بتاعتي اما تبقى 1 2 2 3U يعني وهكذا ما ينفعش يبقى فيه عندي 0U ما ينفعش يبقى فيه عندي بارتكلز من الوجه انيرجي خالص ما ينفعش فمعنى كده لان المينيموم بتاعه هو 2U اوكي فحالة الوقت حسبناها في الحالة بتاعت لما عندنا اليو بتساوي 2U طب خلينا نبص على باية الحالات لو احنا اخدنا 2U هي الحالة اللي احنا كلمنا عليها من شوية هلاقي عندي total بتاعي sigma dash بتساوي 7 لو عندي 3U هنا يبقى عندي 2 بقى 2 بقى ليه لان عندي 2P ممكن اولا ياخد 1 والتاني 2 او ممكن التاني ياخد اولا ياخد 2 والتاني ياخد 1 ففي عندي 2 combinations اوكي هنا بقى هيبقى عندي طبعا فيه عندي 7U هيبقى عندي عدد اقل شوية عادة ان العدد ده بيبقى عبارة عن العدد ده ناقص 1 اوكي ونفس الكلام بالنسبة هنا فلاقي هنا الكلام ده كله ماشي 1 2 3 4 5 6 7 وهنا نفس الكلام احسب لكل واحد فيهم sigma star at U بتساوي كام يعني احنا هنا ده الارقام الموجودة هنا ده عبارة عن sigma star of U اوكي السميشن بتاع sigma star of U اللي هو sigma star total هو عبارة عن كل possible combinations او كل possible microstates اللي موجودة مسموحة للsystem بتاعي اوكي فمعنى كده الاربعة وثمانين ده عبارة عن total اللي انا بعد كده لو عايز احسب مثلا probability of مثلا او او اوكي يبقى معنى كده ممكن ااخد الرقم دوت الخمستاشر ده اسمه على الاربعة وثمانين عشان يطلع probability of 4 U بتساوي كام طيب لو احنا بنتكلم عن thermal equilibrium بقى اللي بتبقى لدريف الكلام ده فردر هو المص probable value of U that has maximum P of U يعني مفروض انها تبقى يعني most probable ومفروض انها تبقى maximum P احنا كنا شوفنا الكيرف اللي احنا كنا رسلناها بتاع binomial distribution كان دايما المص probable state كانت هي اللي تبقى لها peak بتاع الكيرف فانا لو انا خدت ال P of U بتاعتي وعملتنا derivative with respect to U وسويتها بالصف عشان اجيب الماكسيمم هطلع equation تقول لي الايه تقول لي الثلم الاكروبيل اللي ده ما مفروض يتحقق فيه اوكي فلو احنا خدنا P of U P of U بتساوي كام P of U بتساوي sigma star of U على sigma star total اللي احنا شوفناها لما كنا بنتكلم على الكيرف اللي كان موجود عندنا او الرقام موجود عندنا في التابل هي عبارة عن دي اللي هي الرقم اللي عند ال U بتاعتي اللي بتكلم عليه عند اثنين U او ثلاثة U او او اربعة U او هكذا ودي اللي هي السيجما star total اللي هي عبارة عن ال اربعة وتمانين اللي شوفناها من شوية اوكي فطبعا دي تبقى constant فمعنى كده ممكن تطلع برا ال derivative فمعنى كده ان ايه باخد derivative بتاع ايه سيجما star او اوميجا star of U اوكي فاكرين ان احنا عندنا اوميجا star هي عبارة عن اوميجا times اوميجا dash اوكي فمعنى كده احنا نتكلم على اوميجا star of U بتاع اوميجا of U dot اوميجا star اوميجا dash of U dash U star minus U يعني هي الانرجي اللي فضله يعني احنا لو احنا فاكرين كان فيها عندنا السلسل اللي اونا يبقى اثنين U يبقى الثاني يبقى ثمانية U عشان المجموع بتاعهم عبارة عن U star دي كات عشرة U اوكي فلو احنا اخدناها بالشكل ده كده وعوضنا بقى هنا في الإكواجين بتاعتنا نفس الإكواجين الموجودة هنا فوق دي كده هلاقي عندنا الكلام ده هيطلع بالشكل ده كده لو احنا عملنا differentiation بقى الملتبليكيشن بتاع اثنين دور مع بعض هم طبعا بعمل differentiation with respect to U فهي موجودة هنا وموجودة هنا هلاقي الإكواجين دي هتتحقق لي اوكي هلاقي عندي هنا ان في عندي اوميجا و اوميجا dash موجودين بقره ودوله يمكن يساوي صفر اوكي مضربين في الفاكتور اللي جوه ده وده ده منكو يوصيصوا صفر عشان يبقى في ايه يدى في هيجيل perfect فدهحوصا الékواجين بتاع الإكواجين اوكي يوضحوصا على عقام د هنا minus 1 على عقام دث د د fulfilling د ده soaked ده ده كده او الشكل اللي عندنا هنا ده كده ده لابد يساوي صفر عند الإكواجين ده كينديشن بتاع الإكواجين بتاعنا خلينا ندفين تاو وتاو داش هسمي الحاجة اللي احنا لقناها في الفورميلا بتاعت الديفرانشيشن دي هسمي دي كلها لبعضيها 1 over tau وهسمي الحاجة التانية دي 1 over tau داش اوكي احنا لقينا نتاو بتسوي tau داش الناس لقيت بقى في التجارب بتاعتها نتاو دي actually related للتمبرتر بالشكل دا كده ان هي بتسوي كي بي في تي وكي بي دي اللي هي البولتسمن كونسطنت اوكي اللي هي 1.38 في 10 صناعيس 23 دا واحد من كونسطنس الاساسية اللي موجودة في الفيزيكس فمعنى كده نحن لقينا فيه يعني فعلا علاقة مباشرة بين الحاجة اللي بتحصل عندنا اللي هي الاسبوريات بتحصل عندنا دي وحاجات موجودة related مثلا global parameters او macroscopic properties زي temperature هنديفين بقى حاجة اكتر شوية اللي هي ازال entropy دا عبارة عن يعني برضو definition بتاعه زي ما هنشوف كده من ال condition بتاع ال equilibrium احنا كنا نشوفناها من شوية احنا عندنا طبعا ال omega star بتسوي omega times omega dash يعني دا ال equation نحن كنا نشوفناها من شوية لو احنا خدنا ال land بتاع الطرفين او log الاساس اي يعني بتاع الطرفين هلاقي ان ال land بتاع اوميجا star بيساوي ال land بتاع اوميجا زي ال land بتاع اوميجا داش اوكي واحنا قريدي عملنا definition للتاو بال definition معاين هممكن نلاقي definition دا بيتحقق لنا بالشكل دا كده يعني ممكن احنا ناخد واحد على تاو بتساوي دي باي دي يو لان اوميجا احنا لو لقينا ال land بتاع اوميجا ال derivative بتاعها عبارة عن واحد على اوميجا في ال derivative بتاع اوميجا دي دي يو اوكي فهي نفس الحاجة بزبط نفس ال equation نحن طلعناها للتاو هنحطها بشكل مختلف شوية بالمنزر دا كده هن define entropy بقى عبارة عن kb في land اوميجا اوكي فهنلاقي ساعتها بقى ان عندنا يعني قدر نوصل على طول equation لل number of microstates موجودة عندنا في system A من ال equation دي اوكي بتساوي e to the power s over kb اوكي kb دا البولتسمن كونستان زي ما كنا اقولنا من شوية والS دا هو عبارة عن entropy بتاعها فهنقدر ن define entropy in terms of البولتسمن كونستان واللم بتاع ال number of microstates او ممكن اعرف microstates in terms of entropy بنفس الشكل في كذا خاصية مهمة جدا للأنتروبي وهي اول حاجة نحن نقدر نطلع منها temperature definition لو احنا بصينا على DS by dU لو خدنا وياها interface تساويMo هلقنا دي بتساوي kB على tau وهلي ممكن نشوفها لو احنا نشوف نätteفينيشن بتاو ده بيساوي KB في T فمعنى كده ان الكلام ده بيساوي واحد على T بقى معنى كده هممكن نعرف درجة الحرارة In terms of يعني الانفرس بتاع تغير الانتروبي ده احنا شفنا واحد على T بتساوي DS by DU يعني معنى كده انا لو خدت الderivative بتاع الانتروبي with respect to energy خدت الانفرس بتاعه ده هيجيب لي temperature أو ده هيديفيني temperature كدفينيشن الماثماتيكال الحاجة التانية ان من الخصائص بتاعت الانتروبي ان الانتروبي بتاعت system هو عبارة عن المجموعة بتاعت الانتروبي بتاعت بتاع السب سيستم يعني S star بتساوي S plus S dash دي ممكن بمنتغل بساطة نسبتها من الانتروبي الخاصية التالتة ان الماكسيموم انتروبي بيتحقق عندنا علاقات equilibrium يعني بالزبط كده احنا ممكن احنا بدل ما ندور على الماكسيموم بتاعت الانتروبي بتاعت الانتروبي بتاع المايكرو ستيت نشوفها فين لا احنا ممكن نماكسيميز الانتروبي ونحصل منه على equilibrium وفي نفس الوقت الاخر في خاصية خالص الانتروبي change is related to heat flow يعني بمعنى ان احنا يعني بيتغير الانتروبي بتاعنا لو احنا كنا شفنا ان هو لو علاقة بالتامبتر حاليا سيقول ان الانتروبي بتغير الانتروبي بيتغير الانتروبي نحن لناخد الكلام اللي احنا تكلمنا عليه من قليل وناخده بقى نبر بالتامبتر لان نصل به لـ هنتخيل برضو 2 systems و 2 systems isolated زي ما كلمنا عليهم من شوية وبيكلم عليهم برضو ان هما in thermal contact هنتخيل بقى حاجة مختلفة هنا شوية نتكلم السيسم الاولاني دوت اللي هو system A ده فيه single particle والسيسم الثاني ده اللي هو A' هنسميه large system او هنسميه reservoir يعني ده بيحقق لي فعلا ان فيه عندي السيسم بتاعه اللي هو الصغير اللي انا باهتم بيه والسيسم الثاني عباره عن universe والreservoir ده معناه انه هو يعني much larger يعني معناه كده التغيرات في الحرارة بتاعته هتبقى minimal مش هتبقى تغيرات كبيرة هنتشوف الكلام ده بزدت افري معنا ازاي فالtransfer of energy basically معناه ان number of microstates in A و A' بيتغيروا اوكي هناخد ratio of number of microstates هسميه G هتخيل ان السيسم بتاعي ايه دوت عنده two different energies يعني ممكن ياخد يعني وضع من وضعين ياما UR ياما US اوكي يعني بمعنى انه هو يعني مقدرش ان هو ياخد حاجة تانية غير الاثنين دول اوكي reservoir A' is very large معناه كده T' اللي هي الدرقة الحرارة بتاعته but remain almost the same ما نتغيرش يعني هتخيل مثلا انا عندي دلوقتي فرضا عندي حاجة سوخنا موجودة في الجو كويس فرضا مثلا واحد بيعمل كوباية شاي اوكي وكوباية شاي دي محطوطة في القوضة هل نتخيل ان لما كوباية شاي دي تبرد ان القوضة تسخن طبعا انا احنا نتخيلنا حاجة زي كده يعني مش لايك لي يعني حاجة مش مشوار انها تحصل يعني هتخيلنا حاجة كده بزبط هتخيل بقى ان السيسم حتى مش قوضة هتخيل ان هو الجو كله هتخيل ان هو درجة حرارة الموجودة بتاعت المدينة اللي هو كوباية شاي دي موجودة فيها مثلا يعني اوكي فبنتكلم على ان عندنا الريزيفور ايه داش ده درجة حرب تاعته ثبتة ونتيجة الكده هي has many energy levels اوكي فا احنا كان لنا قبل كده قولنا ان في عندنا بي اوف اوميجا او بي اوف يو بتساوي سيجما ستار اوف يو على الايه سيجما ستار توتل ده الديفنيشن احنا كنا قلناه علشان البرابيتي ديستربيشن بتاع الايه بتاع اليو وكلامنا احنا كنا قلناه بكده برضو ان السيجما اوميجا ستار اوف يو بتساوي اوميجا اوف يو تايمز اوميجا داش اوف يو ستار مانس يو يعني لو عندي توتل انرجي مثلا عشرة يو يبقى معنى كده هنا واحد يو يبقى هنا تسعة يو لو هنا اثنين يو يبقى هنا تمانية يو وهكذا يبقى معنى كده البرابيتي بتاعت يو اوف اس يو اس على البرابيتي تاعت يو ار انه هو ياخد يو اس او يو ار هي عبارة عن لو احنا شفنا من الاكويجن هتبقى عبارة عن سيجما ستار اوف يو اس على سيجما ستار اوف يو ار اس او اس نفس الDER فينا هكو نشوفنه equal this لو حنا اخدنا الجزء الاولاني دوت اللي هو عبارة عن راتيو مايكرو ستايت اس او اوك دا هو عبارة عن يجيب تاعتنا وسمينا الجزء 3 دوت عبارة عن العبارة عن و هتكلمة منها اولะ اوميجا داش على اوميجا داش على اوميجا داش اوف يو ستار نائس نائس يو ار هذه فقط ستسمى عبارة عن راتية مايكرو ستا تيسدي utan it stands واحد في معظم احنا ممكن نخليها بتساوي واحد انما دي هي اللي هتهتم بيها وهي دي في الاخر خالص هنسميها البولتس منفاك من حاجات اللي احنا شفناها قبل كده من الديفينيشن اللي شفناها كان 1 over tau بتساوي 1 over اوميجا على دي اوميجا باي دي يو ونفس الكلام بالنسبة للتاو داش at equilibrium لازم التين دول يساوي بعض اوكي وزي ما كنا قلنا ان احنا قلنا تاو داش بتساوي كي بي في تي داش اوكي فباسيكلي هنكونسيدر solving the above equation فر اوميجا داش وحنخط في اعتبارنا اني تي داش تساوي constant يعني ما بتوتغير نشوف الكلام ده هي ودينا فين لو اوضت في الاوميجا بتاعتي 1 over اوميجا داش دي اوميجا داش باي دي يو داش هي بتساوي واحد على كي بي في تي داش يبقى معنى كده ان احنا عندنا الderivative بتاعنا هنا ده هو عبارة عن الكلام ده يعني هناخد بس دي انا ودي اهنا اوكي طيب لو احنا قلنا ان ال اوميجا داش بتاعيتنا دي عبارة عن constant يعني ممكن نحل بقى الاكويتين بتاعيتنا دي من الحاجات اللي احنا كنشوفناها في exponential decay و exponential growth curves نتيجة لان تي داش دي هنا بقت constant دلوقتي ما هيش حاجة variable ما هيش حاجة بتتغير يبقى معنى كده بقى في عندي التغير في quantity بيساوي constant في ال quantity نفسها يبقى معنى كده ده exponential curve فمعنى كده في الاخر يطلع لنا الكيرف بتاعنا حاجة شكلها بالمنظر اللي احنا شايفينه هنا ده اوكي at equilibrium هنحط بقى نفس الحاجة دي هنا فوق وهنا تحت اوكي فألاقي ان عندي ال R اللي هو الفاكتور المهم اللي كنت تولوكم عليه هو برعن constant في e to the u star minus us على kb t داش ونفس الكلام بالضبط تحت بس هيبقى بدا ما في عندي هنا يعني كان في عندي us كان في عندي ur اوكي يعني في الاتنين ففي الاخر يطلع لي ان ال R بتاعتي دي برعن e to the minus us minus ur على kb t ال rd زي ما كنت بقول من شوية هنسميه البلسمن فاكتور وبيسيك ده الفاكتور بيويتش the number of microstates in the reservoir decreases when the reservoir gives an energy of us minus ur يعني ايه كلام ده يعني هو ده relative probability of finding a system a with energy ur or us في الايه في السيستم بتاعنا لو احنا اخدنا ال G اللي هي الفاكتور الاولاني ده almost 1 ده غالبا بنعتبر واحد في احوال كتيرة جدا ده هو عبارة عن number of states في الاولاني وفي التاني طبعا ده ممكن نلاقيه في الاخر هما اللي تنفعنا قربين او من بعض في معظم systems of interest هنلاقي ان هما اللي تنفعنا بعض عن بعض هتضرر في الفاكتور اللي هو R بتاعنا ده ويديني probability بتاعه ان انا لاقي السيستم بتاعي هنا او هنا بتساوي كام يعني انا للوقتي ممكن من الاقواجين دي لو انا عندي السيستم بتاعي ممكن ياخد two energy levels مختلفين عايز اعرف هو likely انه يبقى في الاولاني ولا في التاني بالنسبة مع عين اعرف relative probability بتاعه انه يبقى في الاولاني للتاني ممكن احسبها من الفاكتور البسيط ده طبعا الفاكتور البسيط ده هو kb ده constant t temperature بتاع السيستم وليو اس وليو ار هما two energies بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه زي ما كنت بقول من شوية الجي فاكتور هو density of states فاكتور ده property of the system يعني لو احنا بنتكلم على single atom with discrete energy levels بنتكلم على عادة ان الجي بتساوي واحد يعني عمتى ممكن الجي تبقى different في حالات degeneracy بس اكشوري احنا في الحالات اللي off interest بتاعيتنا مش الحاجات اللي هي theoretical physics ممكن نعتبر ان الجي بتساوي واحد almost all the time كطبيبة على الكلام ده هنشوف مثالين المثال بالاولاني على neuron's equation ومثال التاني بتاع ان احنا نشوف pressure اللي بيتغير مع altitude ف neuron's equation هي بتعرف لنا لو انا عندي الوقت concentration of ions on two sides of a semipermable membrane وعلاقته بالvoltage across the membrane لو احنا شوفنا مثلا في nerve cells مثلا كان عارفين ان احنا بيعرفين عندنا voltage across the nerve membrane بيبقى حوالي minus 70 ميلي volts كويس وده actually معتمد على concentration بتاعت ال ions اللي حوالين اللي حوالين اللي حوالين السل واللي جوه السل relative distribution بتاعهم فلو احنا قلنا مثلا ان احنا عندنا دلوقتي في concentration في يعني في الجانب الاولاني هنا C1 وفي الجانب التاني C2 ده actually concentration هو عبارة عن probability بتاعت ان في عندي عدد من particles في السايد الاولاني وهنا كان في السايد التاني يعني probability بتاعت في عندي كان particle هنا بتبقى لا علاقة بالconcentration والprobability بتاعت كان particle في الناحية التانية بيبقى لبرده لا علاقة بالconcentration انا اتخيل دلوقتي ان انا عندي الانرجي بتاعتي عبارة عن Ek بلس EP Ek دي اللي هي kinetic energy و EP دي اللي هي potential energy potential energy بيبقى لها علاقة بالvoltage across the membrane عندنا حاجة كل مواحدة من الانرج الموجودة عندي بتبقى لها تشارج لو في عندي voltage across the membrane يبقى معنا كده حسب المكان بتاع البارتكل دوت هيبقى له potential energy بتسوي الكلام ده الkinetic energy زي ما هنشوف في شابتر 4 هنلاقي ان هي ثابتة ليهم كلهم يعني كل البارتكل بحرك ببراونين موشن وبراونين موشن لها يعني واحدة من الكاركتريستيكس السي بتاعتها ان الkinetic energy بتاعت كل البارتكل كلها متساوية اوكي الkinetic energy بتاعت بارتكل كبير زي بارتكل صغير كلها متساوية بس نقطة ان احنا السرعة بقى لتتتغير اوكي بتاعت الحركة بس الkinetic energy ما بتتتغيرش في البرونين موشن فمعنى كان احنا بنتكلم دلوقتي على ان احنا عندنا الانرجي بتاعت الوضع الاولاني اوكي لو انا عند عندي energy مثلا بتاعت مكان معين ومكان تاني هي كلها معتمدة اساسا على ال таких بتاعتها التي بتاعت تاعتها اوكي لو انا fittراこطان لبberما انا احنا عندنا gå اوكي هيسبب البروبيتnight الحالي الاولانية بتاعت ال اليوم Однако ده. فمعنى كده هنريليد دلوقتي الكونسنترات بالفولتج الموجود اكروز الممبراين. اوكي? لو احنا حطينا بقى كل البرامترز بقيتنا وحطينا بقى اعتبارنا الار اللي هي بقى الافوغادروز نومبر تايمز الكي بي اللي هي البولتسمن كونسطنت. واعتبارنا الاف هي عبارة عن ان اي في اي اللي هي واحدة من البرامترز الموجودة عندنا. ممكن نغير الفورمولة بتاعتنا دي نحطها بالشكل اللي هو المعاتب بتاع نيرنسي اكويجن. بس اكشوري الفورمولة الاولية C2 على C1 هي برضو تطبع نيرنسي اكويجن برضو بنفس الشكل اللي هو زي التانية بالزبط. يعني هنا تانية دي اكويجن تانية هي مجرد بس نحنا غيرنا شوية من كونسطنت. حطناها كونسطنت تبقى متعارفة عليها اكتر شوية. المثال التاني هو البرشن الارياتيات في اتماسفير. لو احنا نتكلم على في عندي زرارات الهوى اللي موجودة. زرارات الهوى دي برضو لها نفس الحكاية بالضبط بتتحرك برضو حركة كان لها كنتيك انرجي بتتحرك حركة براونين. والبراونين مش هتفاقن عن كل البارتكيلز وكلها زي بعض ومفيش اي اختلاف. لو انا دلوقتي بشوف العلاقة بين البارتكيلز الموجودة في التيتيوتز عالية والبارتكيلز موجودة في التيتيوتز باطية. الحاجة الوحيدة تتغير بين الانرجيز بتاعت الحاجة اللي موجودة في اتموسفيريك التيتيوت عالي او اتموسفيريك التيتيوت الواطي هي مجرد البوتانشيال انرجي. وهي عبارة عن M في G في Y. M لها الماث بتاعت البارتكيل نفسه في G عشان هي الهويت بتاع البارتكيل نفسه في الالتيتيوت. اوكي. فمعنى كان الوقت لو اتكلم على في فرق التيتيوت من مثلا من التيتيوت Y لغاية التيتيوت zero. اوكي. الباربيتي بتاعت ان اكون في الاولاني كام الالتاني. اوكي. لو احنا حطناها برضو بالبولتسمن اكواجين. هلاقي C of Y. اللي هي برضو الباربيتي اوف. ان انا نكون في الوضع دوت. على الباربيتي ان اكون في الزيرو. سي لابل يعني. هلاقي انا بتسوي الكلام ده. معنى كده ايه? معنى كده ان احنا عندنا الـ equation بتاعتنا دي دات لنا indication ان احنا عندنا الconcentration بتاع الدراب بتاعت الهوى. بيقل اكسبونانشلي واحنا طالعين في الجو. واحنا طالعين في الـ direction هو vertical. يعني بمعنى ان احنا دلوقتي الحاجة اللي احنا بنلاحظه ان احنا لما بنكلم مثلا على حد بيروح مثلا لحتة فيها جبل عالي. او حتة مرتفعة عن سطح البحر. فيقولك انا مش قادر اتنفس او عدد يعني. لما باجي اخد نفس مش بحس ان انا يعني مستريح بحيس ان انا اكني مش مش بتنفس كواس او بحتاج ان اها تنفس بريت اعلى شوية. الحاجات بتحصل نتيجة ان الهوى بيبقى thinner. thinner معناها ان الـ molecules باعته باعته باعت اقل. المالكول باعته باعت اقل معناها ان الـ probability بتاعتها او concentration بتاع الزراب بتاعت الهوى. باعت اقل من concentration اللي احنا بتعودين عليه. اتسي level. اوكي? فده الحقيقة ازا ما احنا شايفين كده واضح جدا. والحقيقة يعني هلاقي ان هو فعلا بنقدر بيه نحسب حاجات في غاية الاهمية وبنقدر ننصر بيه مهمة جدا جدا. بتطبيق بسيط للـ form اللي احنا شفناها. كل اللي احنا محتاجين نعمله. نحنا نشوف فرق الانيرجز بتاعتي بتساوي كام. وذات ات. باعت بحطها اطلبة plug it in في الفورم اللي بتاعتي هنا. وقد رحس الـ probability بتاعت الوضع الاولاني على الوضع الداني. احس الـ probability بتاعت الحالة الاولانية او لما يكون السيستم بتاعي الانيرجز بتاعته كذا. على الحالة التانية لما يكون السيستم بتاع الانيرجز بتاعته حاجة دانية. في بعض الاسئلة برضو ممكن تبصوا عليها في الويب سايت. دي الحقيقة بتـ apply الـ concepts اللي احنا شفناها في المحاضرة دي على امثالة عملية. والحقيقة الجزء بتاع البولتس من فاكتو ده بنا قيمته قوي لما ديجي نتكلم على الـ m or i لان هو الـ signal to noise ratio بتتحسن مباشرة من البولتس من فاكتو ده ترجمة نانسي قنقر